احنا وقفنا عند البارت بتاع لما العيلة بتاعت ميكوبرز ثابت المكان خلاص ومشيو هيرجعوا زي ما بنقوله يعني البلد زي ما بنقول البلد بتاعتهم اوكي فهنا آخر جزء ارنا كان هنا ميكوبرز ثابت المميكوبرز زي ما بنقوله ميكوبرز ثابت المميكوبرز ثابت المميكوبرز فهنا I'm sure his although they haven't found anything exactly right for him yet my family think he should be ready and even in case something turns up she put down her empty glass and will you be going with him madame he asked her if you want to go with him I must I will Mrs. McCouber's voice rose to a scream and he became a jerk Miss we got to go to the house when the child was in the house and there was someone who was in the house who was in the house yes okay this is the last place here the last place here who took the money that was he needed of course to travel number four David lives with his aunt the McCouber's had very little clothes to pack took me no time to help them I made sure they were safe on the couch waved goodbye and watched as the couch disappeared around the corner of the street خلاص العربية خلاص العربية اختفت I sighed as I knew that I will miss them very much يعني اللي هو تم بالنسباله هو عارف ان هو هيوحشوه جدا يعني حطر حاجة بتاعته كل مقتنياته في بيك كيس شنطة كبيرة جدا و اتأكد انه التن شالنجز اللي ديتهم له بيجوتي موجودين وكان لازم يشوف حد يساعده علشان قطر الشنطة كبيرة جدا في يونج مان with a horse وعربية بجرها حصان عدت من جنبه فقال له could you please take my case to the couch station ممكن لو سمحتت تساعدني اودي الشنطة بتاعته للمحطة ف الراجل حط الشنطة بتاعته في العربية وبعدين بص حوالي بسرعة عشان يتأكد انه مفيش اي حد شايفه وبعدين رح زقه عند الحيطة واخد المحفظة بتاعته اللي هو فيها ورح جري بسرعة قبل ما يقدر ديفيد يقول اي كلمة وبعدين اخد العربية والحصان وطلع يجري على الطريق واختفى من قدامه وطبعا هو عارف انه مش هشوفه تاني ولا الشنطة بتاعته اللي فيها كل مقتنياته ولا حتى فلوسه قعد يبكي على الرصيف انا خلص فقط كل شيء املكو في العالم وحتى معيش وحتى معيش الفلوس او تمن الرحلة لدوفر قرر في الاخر ان هو هيروح ماشي وابتدى رحلتو الطويلة انه خمسي 6 ديهوح 6 امور 6 ايام لكيش انه يتعف لكيش 100 كيلومتر على الطريق and at night I slept in the soosed farm building or under trees في الليل كان بينام في الليل farm building المهجورة بيوت بتاعت المزارع المهجورة او تحت الشجر واحيانا I was afraid of dangerous كان بيبقى خايف من الخطر looking beggars بيخاف من الشحاتين and thieves والحرامية I met on the road اللي بقابلهم على الطريق but I knew I had to keep going ما عنديش option لازم أكمل مش حتى الحرامية يسرقوا منه ايه يعني هو كفي مسروق منه حلم محتاله كله انا ممشوا بيقول بقى هو خايف منهم يعني هيمنونه ايه بقى الله اعلم وهو ماشي I thought of my mother's gentle pretty face افتكر وشمامتو I felt sure she would approve of what I was doing وكان عارف انها موافعة اللي هو بيعملو that encouraged me to continue but when I arrived in Dover it seems a much larger town than I had imagined كانت مدينة أكبر شوية من هو تخيالها I spent a whole morning asking people if they knew where Miss Betsy Trotwood lived في صباح يوم كامل يسأل الناس هناك لو هم عرفوا فين بيت Miss Betsy Trotwood Finally I found someone who recognized the name أخيرا لأواحد افتكر الاسم and showed me the way to her house ورّالوا الطريق لبيتها I stood at her front door وقف على الباب in the neat little garden في الحديقة الجميلة الصغيرة for a few moments بعد الدقائق trampling with fear بيرتعش من الخوف and wondering what my aunt would think of me هي هتقول ايه علي او ايه رد فعلها my face and hands were dirty طبعا ايديه ووشه متسهين جدا then my hair was unbrushed شعره متناكش and my clothes were torn and dusty هدومه متقطع ومش نظيفة perhaps she wouldn't even want to invite me into her house يعني احتمال كراما تردشت تخني بيتها بالمنظر جت then a handsome but strict looking grey a haired woman came out of the door towards me بعدها على طول handsome يعني جميلة او وثيمة strict looking شعرها grey strict looking يعني نظرة فاحصة او صارمة يبقى woman وصفها السيدة كان وصفها ان هي جميلة نظرتها حاسمة او صارمة شعرها لونه grey خرجت من الباب ناحيته I knew she must be my aunt اكيد دي يا عمتي فقالت له go away امشي I don't allow anyone to walk on my grass فيش حد مسموحي يمشي على الغراث بتاعي فقال لها please madame I said bravely please aunt فابتدى يجيله الشجيع وابتدأ لها لو سمحتي لو سمحتي عمته ورحت هي ابتدت تزع what cried miss petsy in great surprise وهي مندهشة please aunt I'm your nephew انا ابن خوكي فقالت له good heavens اللي هي like oh my god اللي هي يلا استمع and sat down rather suddenly on the grass وابتدت فجأة على العشب I'm David I'm David Copperfield your nephew's son انا David ابن اخوكي of blunderstone in Sofaluk 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 where you came on the night I was born and so my dear mother وشوفتي momti I've been very unhappy since she died انا انا مش ببسوط خالص من سات ما هي ميتت my stepfather sent me to work in London goes momti بعتني اشتغل في London and I hated it وانا كرهت العمل دا and ran away he ripped and someone stole my case and my money حد سرق فلوسي وشانتتي and I have had to walk all the way الطريقة مشي طول الطريق دا and I haven't slept in a bed for six nights وما نمتش في سرير بقالي ست ليالي here my self-control broke خلاص بقى هنا التحكم في الزيت خلاص انكسر مش عارف بقى ايه يتحكم في نفسه and I fell to the ground وقع في الأرض sopping bitterly بعيض بمرارة my aunt jumped to her feet وقفت picked me up ورفعت and took me into her sitting room ودخلت في قوضة الضيوف أو قوضة الصالون where she mixed some medicine خلطت بعض الأدوية in a glass في كوباية and made me drink it وخلتني اشربها she also wrapped me in a large blanket لفته ببطانية كبيرة and put me on her sofa وحطته على الكنبة بتاعتها then she rang the bell of her servant جونت رنت الجرس فجاءت الخدمة بتاعتها جونت please ask Mr. Dick to come here جونت لو سمحتي قولي Mr. Dick ينزل هنا ايه اللي ظهر a tall grey-haired pleasant-looking gentleman entered a few minutes later يعني رجل وسيم لون شعر برضو grey طويل ظهر a few minutes laughing rather strangely to himself يعني تقريبا بيبتسم عريضة قالت له now Mr. Dick said my aunt firmly بدأت تتكلم بحزم don't be a fool because we all know you're intelligent متبقاش غبي عشان احنا عارفين ان انت ايه ذكي Mr. Dick looked very serious at once بدأ ان هو ايه جد جد كده لوهلة no doubt you'll remember that I had a brother فقالت له يعني ما في شك ان انت تفتكر ان انا عندي اخ David Copperfield well this is his son he has run away دا ابنه وهو هرب لها oh really David's son دا ابن David run away well هرب اوكي تمام said Mr. Dick now the question is Mr. Dick what shall I do with him استقال بقى دلوقتي اعمل ايه معي فMr. Dick قال لها well Mr. Dick looked vacantly at me and then بستلو كده بعد كده then suddenly his eyes shone يعني لمعت if I were you I would wash him انا لو مكانك حمي فقالت له well done Mr. Dick you always have the right answer فقالت له انت دايما عندك الاجابة الصح وقالت له هي مبتسم او هي delightly مبسوطة and so they washed me حموني and gave me a clean clothes and delicious food هدوم نظيفة دلوا هدوم نظيفة واكلوا واكل حلو while I was eating وانا باكل my aunt stared at me فضلت مبحلا قالوا occasionally whispering واحيانا تروح متنهدة god heavens اللي هو oh my god when she could see that I felt better لما شافت بأن أنا بدأت تحسن she asked me question after and I told her the story of my life حكت لها قصة حياتي فبردو good heavens she said again when I had finished لما خلص why did your poor mother marry again what a terrible mistake what a terrible mistake ليه مامتك اتجوزت تاني دي غلطة خنيعة perhaps she was in love Mr. Dick قال لها ممكن تكون حبته smiling his brother foolish smile ودحك دحكة غبية in love حبت said Miss Betsy Crossley يعني هي معطردة perhaps the poor still girl thought she was in love but now Mr. Dick another question what should we do with the boy يعني قالت له ربما انها يعني المسكين اعتقدت انها اعتقدت انها بتحب بس ما علينا دلوقتي برضو هنعمل ايه مع الولد لهم well said Mr. Dick thinking بفكر then an idea suddenly came to him فكرة قتله you should put him to bed سبينام thank you again Mr. Dick for your common sense said my aunt شكرا على احساسك العيلي جانت put the boy to bed خدي ينام جابت جانت قالت له قالت لها خدي ينام and so وبعد كده in a comfortable clean little bed سريش صغير مريح ونظيف in a pleasant airy room airy room في اوضا متهوية كويس at the top of Miss Betsy Trotwood's house في اعلى البيت هناك I floated away into the world of my dreams اخيرا يعني سبح في احلامه at breakfast next morning I bravely asked my aunt على الفطار بقى اخيرا تشجع ويسألهم are you or have you what's going to happen to me ويه لا يحصل معايا قالتلو I have written to your stepfather انا كتبت جواب لجوز امك لها او are you going to send me back to the murder stones هترجعيني تانية عندهم please don't and please let me stay here وابتدى I cry trampling ابتدى عياته بتراش من فضلك ما ترجعينيش خليني قاعد معاك قالتلو I don't know what I'll do yet انا مش عارفة انا هعمل ايه لحد دلوقتي we'll have to wait and see هن نستنى ونشوف وجوبيت وهي firmly يعني بثبات وحزم this news made me very depressed اللي هي قالتلو ده خلا محبط جدا but there was nothing I could do about it and my aunt soon began to talk about something else ما فيش في ايدي حاجة عاملها وهي ابتدت تكلم في حاجة تانية what do you think of Mr. Dick child ايه رأيك في Mr. Dick قال لها he looks a little well mad is he mad انت هو يعني بين عليه ان هو يعني في شوية مجنون يعني ماد اللي هو ايه في تطش جنين كده قال لها is he mad انت قال له well his family called him mad عالته بتسمين هو بتعتبر ان هو مجنون and wanted to look him up forever وعايزة تحبسه وكانت عايزة تحبسه forever للأبد but I met him انا قبلت and thought I still think he's an extremely sensible intelligent person اعتقد ان هو حد حساس وذكي بشكل extremely جدا so I offered to take care of him عردت عليهم ان انا اخد بلي منه and he's left in my house for 10 years هو عيش في البيت معايا بقلو عشر سنين nobody knows what useful advice he's giving me حدش عارف ايه النصيح المفيدة when I heard how generous my aunt had been to poor harmless Mr. Dick لما سمع بقى ان هي قد ايه يا كريمة مع الشخص دا اللي هو مش مؤذي و poor يعني فقير I began to understand her character bitter بتدعي فهم شخصيتها افضل in spite of her stern appearance بالرغم من ما ظهرها الحد والصارم and frequent crossness she was very kind كانت طيبة جدا to people who needed her help للناس اللي محتاجة مساعدتها I hoped she would be kind to me اتمنى انها تبقى لطيفة معايا several days later بعد عدة ايام I was looking out of the setting room window كنت ببصت من الشباك بتاع قوضة الجلوس when I saw Mr and Mrs and Miss Mardstone riding into my aunt's garden شاف عيلة Mardstone جاية في الحديقة my aunt had seen them too عميتو قبلتهم and hurried out طوال